بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتورة علي جمعة مفتي ديارة مصرية أهلا ومحبا بكم يا مولي أهلا وسهلا بكم أهلا بك سيدنا نحن نازلنا بنتكلم مع فضلتك عن كتاب حياء علوم الدين للإمام الغزالي نعم وبنتكلم في المنجيات النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الصدق فما هي حقيقة الصدق وما فضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام الغزالي بنى باب الصدق على قوله تعالى وهي آية غريبة عجيبة جميلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين جميل هذه الآية وكونوا مع الصادقين مع تدخل على العظيم أي تقول جاء الوزير مع السلطان ما ينفعش تقول جاء السلطان مع الوزير فما تدخل على العظيم فأنا عندما اتقي لا أكون من المتقين فيجب أن أكون مع الصادقين أي يبقى الصادق فوق الطاقي الطاقي ولذلك سميت أحد مراتب القرب من الله الصديقية وأمه صديقة أي سيدة مريم فوق خالص يعني على طول تبقى نبي بعد كده صديقة وسمي أبو بكر وهو الذي تحمل عبء الإسلام من الأول وأول من أسلم وكذا بالصديق أبو بكر أي وإذن الصادق الصدق ده ده حاجة كبيرة أوي عند الله سبحانه وتعالى ولذلك ده هو مبنى القضية لماذا أكون صادقا لأن الصدق يحبه الله لأن الصدق هو من صفات أهل الجنة لأن الصدق يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله لأنه هو ضحب كل حاجة لله ورسوله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة في المقابل وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا يا سيد أعوذ بالله والعاد والله القطر ما بيكذب صغير على كذبة بيضة على كذبة كذا يبقى كذابا عند الله آه كذابا الصدق في الحقيقة هو حقيقته هو حكاية الواقع حكاية الواقع حكاية الواقع وقال في هذا أحكي الواقع يبقى لابد أن أدركه إدراكا جيدا فيقول سيدنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذبة ريبة يبقى إذن بلاش تحدث بكل حاجة سمعتاه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يقول يعني فتي حتة مهمة أخوانا ده هي الإشاعات والأكذيب والافتراءات وده احنا الحمد لله امتلأت بها الأذان وشاعت شيوع عجيب قال صلى الله عليه وسلم ثم يفشو الكذب يفشو الكذب ينتشر ينتشر وده شيء قبيح وشيء مريع لأنه يكر علينا بإبطال كل شيء بإبطال الدين كله أي معلومة سمعتها أردتها أعتبرها كأنها حقيقة واقعة أهوة عمل معنا لكما هم قالوا قالوا ورد في حد قال لا 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 الكذب طمأنينة وإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة فالكذب لا يؤدي إلى الطمأنينة إنما الذي يؤدي إلى الطمأنينة الصدق أي طب إيه أنواع الصدق يا سين تفضل أنا كنت عايز بس أقول كمان عن بعض أهل الله كده وبعض أهل الله كان يقول لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره لا يشم رائحة صدق إن الصدق ليها جميلة وردة ليها ليها حلوة لا يشم لا يشم يعني هو مصصادق اللي هو يداهن نفسه ويدحك عليها يخدعها أو يداهن غيره وكان سيدنا ذنون المصري كما أورض صاحب الإحياء الإمام الغزالي قال الصدق سيف الله سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعة جميل ولذلك كان سيدنا عمر يقول إن الصدق ده فيه من جاه ولو ظننت فيه هلاكك أتذكر أني يعني الشيخ علي الخواص كان بيشتغل بالخوص يعمل حصير وكذا فجال واحد بيجري من بعض الظلمة كان وراه جنود السلطان فقال له خبيني عندك قال له طب ادخل تلف فيه الحصيرة دي دخل وتلف في الحصيرة فجيه الناس دي ما شفتش حد مش من هنا قال لهم ده ملفوف في الحصيرة دي خش خده هو لو عايزين فقال له بيجنك رجل عبيت وراحه جريم اتفك من الحصيرة وقال له كده كنت هتضيعني يعني قال له يا ابني صدقي نجاك ماشاء الله والله لو قلت لهم لا طب منت كنت هنا واختفيت سنبقى لما نفتش ونشوف صدقي نجاك ماشاء الله فالحقيقة انه الذي نجي هذا اخلاص علي الخواص اخلاصه لانه كان يراقب نفسه وكان يحاسب نفسه وكان يعني بعض الناس يعتبر ان ده عبط ولا حاجة لا ده هو ده اللي خل هؤلاء الناس ائمة قادة سادة ويعني من هنا بقى ندخل لسؤالك انواع الصدق الفضلتك المسال لفضلتك قلته لنا على سيدنا علي الخواص انه لما قال الناس الظلمة دول هو عندك وجوه هم الفوف الحصيرة افتكروا بيستهزئ او بيسخر طبع لو قالوا لهم لا ما شفتوش كان ممكن دخلوا فتشه وطلعوا الرأي على طول فصدقه هو الذي ينجه جميل نعرف يا مولانا انواع الصدق اللي قالها الامام الغزالي في احياء علوم الدين هو تكلم الامام الغزالي عن انواع الصدق خمسة النوع الاول او الدرجة الاولى انصح التعبير صدق اللسان فاللسان لازم يكونوا صادقا اورد عدة احاديث تبين ما هو الصدق وما هو الكذف منها حديث الرسول ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا او اما خيرا يا راجل ده بيمدح فيك ده بيقول فيك يعني شعر وهو ما بيقولش ولا حاجة لكنه ما بيوقعش بين الناس ده مش كذاب ده نوع من انواع الاصلاح وليس نوعا من انواع الكذف جميل ماشا الله اللي ف يعني الدرجة الثانية الصدق في النية يبقى فيه صدق في اللسان وفيه صدق في ايه في النية في النية الدرجة الثالثة او النوع الثالث الصدق في العزم الصدق في العزم اه في التوجه في القصد المؤكد اللي هو بيسموه العزم الدرجة الرابعة في الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد يعني نوع من أنواع الصدق إني أوعد وما خلفش وعدي مدح الله هذا الذين يعني يوفون بعهدهم يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تنتظير قال بقى في الناس اللي بتخون أو اللي ضد الوفاء ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين فلما آتهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وبما كانوا يكذبون يعني كأنه قد كذب في العمل في العمل لأنه خان هذا الدرجة الخامسة اللي بيتكلم عنها الإمام الغزالي هو الصدق فيه يمكن أن نقول في الأعمال الصدق فيه الأعمال طبع عشان نعرف يا مولانا الصدق في الأعمال ونأخذ الخمس درجات دول بس نطلع الفاصل لأن الوقت مع فضلتك بيوم دي سريعا فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتورة علي جمعة وإحنا قبل ما نطلع يا مولانا كنت فضلتك قلت لنا على أنواع الصدق الخمسة اللي أوردهم الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين نعم نعم هو يعني ممكن أن نخليهم خمسة ممكن نخليهم اتنين خمسة أو اتنين أو اتنين يعني قسم السر وقسم العلن السر والعلن هو تكلم عن اللسان عن النية عن العزم عن الوفاء بالعهد عن العمل ففي حاجات علن الوفاء بالعهد الناس عرفاء العمل الناس شايفاء اللسان الناس سمعاء النية والعزم ده في السر من جو فإذن ولذلك هو أورد بيتين حلوين كده بيقول إذا السر والإعلان في المؤمن استوى جواك يبقى زيارك باطنك يبقى زيارك السر بتاعك إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الضارين واستوجب الثنى الثناء يعني فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكذب والعنى الكذب والمعنى والعنى يبقى والله الإعلان بقى زي السر والسر زي بقى الإعلان استوجب ذلك الثناء من الله والثناء من الناس وإذا الإعلان خالف السر ونوع من أنواع النفاق يبقى بالشكل ده إن تفضلت الكذب على الصدق يبقى إذن الصدق قد يكون باللسان وقد يكون بالعمل بالعمل آه لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يبقى إذن يبقى إذن ده الصدق ومعنى أنه ليس في اللسان فقط بل أيضا في موافقة السر للعالم كنت فضلتك يا سيبنا أما تكلمنا في حلقة ماضية عن الكذب أوضحت لنا أن هناك فارق بين أن يكون المعلومة اللي أنا قلتها مطابقة الواقع يعني واحد قال لي معاك فلوس وقلت له أنا جيبي مفيش فلوس وفجأت أن أنا كنت ناسي وفيه فلوس في جيبي في تعريف الصدق والكذب ثلاث مذاهب عند العلماء ونجد هذا المبحث في علم البلاغة لأنه بيقولك أنه فيه الفرق بين الخبر والإنشاء الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته فلما جاه في التعريف كلمة الصدق والكذب اضطروا أنهما يعرفوا إيه هو الصدق وإيه هو الكذب الثلاث مذاهب يعني هما زي ثلاث مداخل كده واحد قال والله هو موافقة الواقع ومخالفة الواقع الثاني قال له لا موافقة الاعتقاد ومخالفة الاعتقاد الثالث قال لا ما نجمع بينهم موافقة الواقع والاعتقاد معا ومخالفة الواقع أو الاعتقاد معا أيضا جميل فلو أن احنا مشينا في السكة الأولانية أن الصدق هو ما وافق الواقع فقط يبقى أي حاجة تخالف الواقع تبقى اسمها كذب وأي حاجة توافق الواقع حتى لو ما كانتش فيها اعتقاد نسمعها الصدق يعني نفرض واحد مش مسلم وقال إن محمد رسول الله هو مش مؤمن بكده الواقع إن محمد رسول الله الكلمة اللي قالها دي تبسط لأنها وافقت الواقع طب هو بيقولها من وراء قلبه ما ليش تدخل المذهب التاني بيقول لا الرجل ده كذاب لأنه هو مش معتقد كذاب كمعتقد كمعتقد وقرنت الكلام باعتقده هو مش بالواقع الرجل ده اللي قال وهو مش مؤمن بسيدنا النبي وبيقول إن محمد هو رسول الله الرجل ده كده يبقى كذاب ليه كذاب لأنه هو مش معتقد كده ده بيقول حاجة غير المعتقد بتاعه وإلا كان آمن لو كان معتقد مثل الثالث بيقول برضو ده كذاب لأنه هو لازم يوافق الواقع ويوافق معتقده فلما خلف معتقده وإن وافق الواقع يبقى ده برضو كذاب فإذن في ثلاث مزاهف في الحتة طيب افرض راجل مؤمن وقال إن محمدا ليس برسول الله ده مخالف لمعتقده ومخالف للواقع ومخالف لهما فالراجل ده كذاب على كل وجه على كل الوجوه على كل الوجوه صحيح وهكذا يعني هم إيه الكلام ده اللي إيه في البلاغة وهم علماء البلاغة تكلموا جدا بتوسع في هذا المجال جميل طيب يا سيدنا ما نتكلم عن المدخل إلى الصدق أو نتكلم عن أثار الصدق على الإنسان نعم إيه أثر الصدق على الإنسان أو على المجتمع ككل أثار الصدق على الإنسان تجدها في قولي تعالى في نهاية المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا راضي الله عنهم وراضوا عنه ذلك الفوز العظيم ما شاء الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يبقى إذن هو ينفع يوم القيامة وهو يؤدي إلى رضا الله وهو يؤدي إلى الجنة ده لما كانش للصدق إلا هذا كان كفائي وأيضا هناك حديث عن عبد الله بن عمر بن العص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة عفة في طعمة يعني أربع دول لو كانوا فيك ولا يهمك بقى أنك تكون حافظ للأمانة أنك تكون صادق في الحديث أو صدقه ظهر أن يكون أخلاقك حسنة أنه أنك تكون عفيف يقول يوم حلال نعم وخاصة في المطعم ولذلك الإمام الغزالي يورد أشياء من هذا القبيل وهو يسير إلى آثار الصدق على الإنسان يقول من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل ما شاء الله يعني هذا القول جاي من مجرب الصدق أنه لما الواحد يصدق يصدق يكتب وعند الله صديقة فينكشف له الحق والباطل إذن من آثار الصدق على الإنسان تمييز بين الحق والباطل وأيضا عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودعي الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضر بك هذا وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب يعني أورده يمكن هناد بن السري في كتابه فإذن فوائد الصدق كثيرة مع هذه الآثار الصدق طريق الأبرار إلى الجنة الصادقون أحباب الله المقربون الصادقون يحبهم الناس ويأتمنونهم في كل شيء في معاملاتهم وفي حياتهم الصدق دليل القوة وسمة الثقة بالنفس الصدق من جاء الصدق مؤثر في القلوب يقول لك ده خرجت من القلب فوصلت إلى القلب فما كان قد خرج من الجنان يصل إلى الجنان القلب وما خرج من اللسان لا يصل إلا عند الآذان الصادق يعني يحشر يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصالحين فالصدقين دول دول محشورين مع الزمرة الصالحة مع الثلة من عباد الله السابقين جميل وكان يا سيدنا أظن دكتور أحمد زاكي باشا كان كتب في كتابه الأخلاق إن حتى لو كان لو لم تكن الأديان تأمر بالصدق لكان واجبا أن نكون صادقين عشان المعاملات أبقى صادق في المعامل شوف أنا استحسنت منك لما عبرت وقلت لي آثر الصدق على الإنسان وما قلتش آثر الصدق على المسلم للمعنى ده اللي أشار إليه الباشا شيخ العروبة إنه هو إن الصدق ده على فكرة مؤثر في الإنسان كإنسان مش في المسلم فقط مش في المسلم فقط فما بالك بالمسلم فهو الصدق اختارته الأمم التي أرادت لنفسها العزة والحياة والمصلحة والانطلاق حتى مع والعياذ بالله تعالى يعني مرقهم عن الله سبحانه وتعالى هو صدق غير كامل كده ولكن حتى صدق الحديث جعل لهم المكانة وجعل لهم التمكن جعل لهم المكانة وجعل لهم التمكن فإذن يعني إذن نحن أولى بهذا فالحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها فما بالك وهذه ليست حكمة نبحث عنها وإنما هو أمر إلهي ورد على ورد في القرآن الكريم ورد على لسان النبي الشريف صلى الله عليه وسلم فما بالك أنه قد حرم علينا الكذب وقال أيا كذب المؤمن قال لا عليه الصلاة والسلام لا أبدا ولا ممكن الله يحفظك سيدنا ويبارك فيك اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة على هذا الجهد وعلى هذا العلم من فضيلته على وعد باللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم إحياء علوم الدين فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأمناتكم وخواتيم أعمالكم ونترككم في حفظ الله وعلى عياته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة